الخرطوش كان بمئة جنيه بقى بألف ومئتين ولا ألف وخمسمية والطلقة من اتنين جنيه لخمس واشر جنيه تجارة رائجة جدا لأن كل واحد عايز يحمي نفسه مجتمع بيخلق وزارة داخلية موازية أو بديلة للأمن اللي احنا مفتقدينه فكل واحد يحمي نفسه ويعمل أمنه الخاص والراجل بيقول بمنتهى الوضوح أن كل الناس دلوقتي عايزة قالي خلاص بقى الفرد الخرطوش واللي مش عارف ايه والكلام ده وكده بقيت موضة قديمة بقى الجديد اللي مطلوب السوق الرايجة قوي طلب شديد جدا اللي مكسر الدنيا القالي وفيه جرانوف وكلاشينكوف منتكلم عن حرب وبعدين في النهاية بيقولنا كلام جميل جدا تاجر السلاح غير الشرعي بتجيب سلاحك ازاي الجوجل جوجل والفيسبوك والعرض موجود على عينك تاجر أنا عندي قطعة سلاح واللي يدخل يعمل مزاد يشتري معاي على التليفون اتصال من اللواء سيد شفيق وزير المباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام مساء الخير يا سيد اللواء أهلا سهلا أنا ضيوف النهاردة يا جافندم السادة المشاهدين وحضرتك أهلا سهلا حضرتك شفت معنا التحقيق التلفزيوني من شوية بالأسف بالأسف أنا كنت ببرة فأنا ما شفتش عمتا يا سيد اللو احنا هنقيده في آخر الحلقة هنقيده بالكامل في آخر الحلقة عشان اللي فاتوا يشوفوا تاني لكن عايز أقولك أن أنا شخصيا فزعت خفت من تجارة السلاح اللي موجودة في مصر سيد مجدي لازم نتفق أن حياز السلاح أصلا في مصر ده موروث التماعي وعارفين أن السلاح من الزمان من قدم الأزل موجود في بعض المناطق خاصة في الصعيف وده موروث قبلي سواء من إبلي أو بحدي ده موروث قبلي فالسلاح في حد ذات موجود مع بعض الأشخاص من زمان مش حاجة جديدة علينا الجديد عندنا أن عقب أحداث الثورة والإنفلاث الأمن اللي حصل والسلاح البلطاجية على بعض الأسلحة من الأخسام والسجون العمومية كثير السلاح بقى صورة ظهر أكثر من الان قال أن العام بيقوم بحملات مكبرة على كل مناة الجمهورية في مجودات ضخمة جدا في مجال ضبط الأسلحة النهارية نحن ضبطنا أكثر من 4000 كفى السلاح في سلال الشهر المصر والشهرين تقريباً والحملات متصعدة ومستمرة لحد إن شاء الله من نقلل سماماً العدد الموجود في السلاح ما يتعلق بالتاجر السلاح اللي بيتكلم عن السلاح موجود وإن دي عمولات مع أعلى أعتقد أن دي مبالغة إذا كان هناك بعض الفاسدير فبيتم استقصالهم هنا جهاز كبير وجهاز ضخم الأخطاء الفردية واردة لكن ما فيش أخطاء ممنهجة الوزارة بتحاسب كل المقصرين حساب عاكر جداً لكن أنا بصمنك أن وزارة الداخلية تفضل ورد تجارك في السلاح هتلموا السلاح ده إمتى سيادة اللواء؟ إحنا شغالين إحنا حضرتك شغالين والحملات يومياً على كل مدن ومحافظات وكرة مصر بتجيب نتائج حيلة جداً إحنا متفايلين إن شاء الله في كلام الثلاثة وشفر سيادة اللواء تكون معدلات الطبيعية لحائز الإسلاح موجودة وأنهينا على ظاهرة الظاهرة السلاح الظاهر اللي موجود مع الناس بشكل كبير شوائق سيادة اللواء البرنامج بيعتمد على طرح حلول مش أمنيات وحضرتك قلت إن إحنا جمعنا أربع تلاف قطعة سلاح من الموجود ما معنا إحنا ضبطنا ضبطتوا ضبطتوا أوكي أيوة أيوة أربعة تلاف قطعة سلاح لكن هنا بنتكلم عن ثمانين ألف قطعة سلاح ميري لا العدد دي العدد حضرتك بعدد حضرتك مالي ملاحظة علي وليه تحفظ عليه كبير سلاح اللي تم سرقته من الأسام والمراكز خلال الأحداث بتاعة الثاورة كان كلهم حوالي عشر تلاف قطعة السلاح كل السلاح اللي اترق من أجيزة الشرطة بالإضافة إلى الأسلاح الموجود أستاذ مجد لازم تعرف إن إحنا في ظروف حصلت فيها تداعيات في الجانب الغربي من البلاد الأحداث بتاعة الثاورة ليبيا في عمليات تهريب للأسلاحة بالإضافة إلى التهريب الأسلاحة اللي جاينا من الجنوب والشرق أيضا كمان فتجارة السلاح عبر الأرض المصرية مستمرة زادت في الأيام الأخيرة ولسوء الحظ إن هي تصدقت في مع وجود الثاورة والإثلاح الأمن في بداية الثاورة طيب سيادة اللواء خليك معنا بعد إذن حضرتك معنا تليفون من الأستاذ خالد أبو المجد أبو المجد من الصف على فكرة يا سيادة اللواء حضرتك قلت إنه السعيد فيه سلاح وغيره إحنا التحقيق التلفزيوني ده تعمل في الصف وفي قرى إيش حضرتك بعد إذن حضرتك الصف دي منطقة منطقة فيها الطابع البداوي في جزء كبير من بعض القرى الصف كلها في المنطقة الشرقية وفيها قبائل عربية وما ينطبق على القبائل العربية ينطبق على أهلنا في الصعيد وفي وجه بحري الطرف الذي استثنى من مناطق الصعيد أو من مناطق الصحراء طيب معنا خالد يا فندم خليك معنا المواطن خالد اشتركوا في القناة